موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية السعودية زهراء الحداد تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى طوفان الأقصى بمناسبة العملية النوعية والبطولية التي قام بها أبطال المقاومة في غزة يوم السابع من تشرين الأول لهذا العام مهما استبدى الغاصب الجبار ورمت علينا باللهي بالنار وقصت طغاة وأجرموا في حقنا وبشعبنا قد ألحقت أضرار وبغى علينا الظالمون بحقدهم وجنت علينا العصبة الأشرار وتواطأ الأنذال في عدوانهم وشرى وباع حقوقنا السمسار نبقى كما يهوى الإباء أعزة ونظل كالأطواد لا تنهار أفكارنا ليست تموت بموتنا وتظل تحيا بعدنا الأفكار حق علينا الثأر ليس نضيعه ولد الأشاوس لا يضيع الثار إن يقتلوا مننا الصغار فقتلهم في كل شرع ذلة وصغار أو يذبحوا مننا النساء فطالما ذبح النساء الخاسئ الغدار أو يهدموا فوق الرؤوس ديارنا فلنا من الصبر الجميل ديار أو يقطعوا حبل الحياة في حبلنا بالله لا واه ولا منهار تمتد في قلب التراب جذورنا ولها الصمود على التراب ثمار سنظل كالرعد المدوي في المدى وبنا يثير جنونه الإصرار والليل مهما طال آخر أمره فجر وكم تبع الظلام نهار ولنا مع الفجر القريب حكاية سيصوغ عطر فصولها الأحرار أيعد قتل الأبرياء فطولة بل وصمة فوق الجباه وعار تلك الجرائم ما أتى أحد بها لم ترو عن أشباهها أخبار لو واجهونا في ميادين الوغى علموا من الكرار والفرار أولم يروا كيف انقضت ما فوقهم قدرا وليس تقاوم الأقدار جئنا لهم مثل العواصف بغتة ومع العواصف لا يفيد حذار وكأننا الضرغام ثار مزمجرا يا من رأى الضرغام حين يثار أو أننا البركان يزحف غيظه حمما تسيل كأنها أنهار أو أننا الطوفان فاض مدمرا حيث انتهى فكوارث ودمار لو تسأل الأحجار عن عزماتنا ستجيب عن عزماتنا الأحجار لما تركنا جمعهم متشتتا لم تجده جذر ولا أسوار وجنودهم كأرانب مذعورة كل له نحو النجاة فرار فإذا الصغار من الجنود مناظر وإذا الكبار من الجنود صغار يا كذبة ظهرت أمام عيوننا كم روجتها بيننا التجار ظهرت حقيقتهم بأوضح صورة وتكشفت من أمرهم أسرار ولنا بمجرى الحادثات تحكم وبكفنا الإراد والإصدار نمضي عليهم ما نشاء بحكمنا ويسير حسب مرادنا التيار يا ساعة عشنا بها بكرامة للعرب فيها عزة وفخار ولسوف نفعلها مرارا بعدها ويطيب للمستعث بالتكرار هم لن يعيشوا بعدها في مأمن كلا وليس لهم يقر قرار قل للذين استكثروا خسراننا كم قل للحرية استكثار قتلاهم في النار هم حطب لها والخلد عقبة للشهيد ودار ليس الخسار دما ومالا ليس الخسار دما ومالا إنما فقد الكرامة ضيعة وخسار بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أوقاتكم جميعا هذا كتابي أنا الدكتور بكر السواعدة وكتابي هو ملامح الأفضلية اللغوية في النحو الكوفي صادر عن دار جليس الزمان ومكتبة الرواد مقابل الجامعة الوردنية طبعا هذا الكتاب يتحدث عن النحو بشكل عام لكنني خصصت النحو الكوفية لأنني حاولت فيه أن أدرس النحو الكوفية بناء على نظرية معروفة وهي نظرية حديثة نظرية الأفضلية اللغوية فقد حاولت في هذا الكتاب أن أدرس مواطن الخلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية وأن أبين الأفضلية وهنا يتحدث يعني الأفضلية هي أفضلية السماع أو أفضلية المسموع لأن اللغة العربية كما تعلمون هي لغة استعمال وليست في الأساس لغة قاعدة جاء التمهيد وهذا التمهيد تحدثت فيه عن الدراسات اللغوية العربية وتطورها قديما وحديثا ومررت فيه على بعض مراحل تطور القاعدة النحوية ثم بعد ذلك دخلت في صميم هذا الكتاب فجاء على ثلاثة أبواب أما باب الأول فهي القضايا التي تتحدث عن أقسام الكلام وجاءت فيه بعض المسائل مثلا سوى بين التصرف وعدمه ومجيء ألفاظ الإشارة أسماء الموصولة إلى آخره أما الفصل الثاني فهو المسائل المتعلقة بالعامل النحوي طبعا تحدثت في البداية عن مفهوم العامل النحوي وأنواع العوامل النحوية ثم تحدثت بعد ذلك عن القضايا أو سرت القضايا وحللتها طبعا أولا نواصب الفعل المضارع ثانيا جواز العطف على الضمير المخفوض طبعا المخفوض هو مصطلح كوفي المخفوض بمعنى المجرور مثلا عمل حرف القسم محذوفا بغير عوض إلى آخره أما الفصل الأخير فهو الأفضلية اللغوية في المسائل المتعلقة ببنية الجملة وتركيبها طبعا من هذه المسائل الاسم المرفوع بعد أدوات الشرط تقديم معمول اسم الفعل عليه تقديم خبر أخوات كان عليها إلى آخره ثم خلصت في هذا الكتاب إلى أن جاء الأفضلية كانت للنحو الكوفي من الناحية الاستعمالية لأن النحو البصري كما يعلم أهل اللغة هو نحو معياري يميل إلى القاعدة ويحاول ضبط كل شيء ولذلك لم يكونوا يأخذون بالشاهد النحوي أو الشاهدين أما النحو الكوفي فقد كان معنيا بوصف اللغة ولذلك فكان يأخذ بالشاهدين بحثا عن وصف اللغة لأنهم لم يكونوا يبحثون عن القاعدة أو المعيارية الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت لهم أساحة طيبة في حلقة هذا اليوم أسعد الله أوقاتكم جميعا نلتقي مجددا على الحب والمؤدة والسلام والرفعة والوعي سوف أتناول في هذه الحلقة أو في هذه العجالة مقولة أخرى لشاعرنا الكبير محمود الرويش والتي طبعا لها علاقة بالأحداث الحالية التي هي أحداث غزة فأنا أعجبني من الموروث الدرويشي أريد يديك لأحمل قلبي طبعا الكل يعرف النص ولكن أريد أن أكتبها بشكل فني وأنا أضيف هنا غزة أريد شواطئك وأريد يديك وأريد برتقالك وليمونك لأحمل ولأعطر به قلبي ووعي ووجداني لنبدأ أو ريدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قدوين وتمثلان كثير من القضايا الإنجابية فلاسبب جاءت الأيدي مرفوعة إلى السماء في أعلى اللوحة وسوف أعرضها للمتابعين الكرام بشكل آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى طبعا أضيفه هذه إضافة شخصية لم أكتبها هنا غزة أريد يديكي لأحمل قلبي يديكي كما تراون السادة الأكارم جاءت متماهية مع السماء مع العلو مع السمو مع الطموح وأما كلمة قلبي فجأت في نهاية السطر والتي تعني القلب المتأرجح والقلب المتذبذب والقلب الحائر ليبحث عن أيدي تحمله وأعتقد أن هذه الأيدي الآن هي التي تشكل الوعي الجديد ما نشهده من مقاومة وإصرار في تغيير محاور الوجدان الحالي أشكركم جميعا وإلى أن نلتقي أشكركم جميعا أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السعودية زهراء الحداد فاسمح لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك سيد زهراء ضيفة على فضاءات وعلى رافدين شكرا بك مرحبا بك أهلا بسرع أنت على الدوام تشاركين في فعاليات وفنية محلية ودولية وقبل أيام شاركتي في معارض وأعمال تشكيلية في الأردن حب ذا لو نطلع على طبيعة المشاركة في الأردن مشاركتي هذه المرة كانت مع جمعية أيلل الثقافة والفنون بالعقبة بقيادة الأستاذ الرائع علي كريشان طبعا كانت لها مشاركة من قبل عديدة بس هذه المشاركة اختصت بالقضية الفلسطينية بسبب الأوضاع التي عيشها الآن في فلسطين نعم وكانت مشاركتي بلوحة تعبر عن واقع فلسطين كانت عبارة عن مرأة والطفل ركست على المرأة والطفل لأنهم أكثر شخصين معانين في الحرب كل جميعان في الحرب لكن أكثر شيء يقولونه رؤية الطفل والمرأة في هذا الحرب جميل هذه اللوحة الوحيدة التي شاركت فيها نعم نعم سابقا هل هناك مشاركات في يعني بهذا عن فلسطين نعم فلسطين أو أي قضايا أخرى كانت عن فلسطين في الملتقى السابق نعم هنا في الأردن نعم في الأردن وبالعقبة بس كانت قبل الحادثة الواقعة حاليا نعم فكانت بس تعبير كيف ارتباطنا بالفلسطين نعم فاني عبرت نفس الشيء بمرأة خليجية وارتباطها بالقدس نعم جميل يعني هو الفنان ابن هذه الأمة وهذا الوطن فلا شك أنه يتأثر كثيرا كما يتأثر الآخرون نتيجة هذا الانتماء الصميمي وأكثر ما يتأثر أو يعني الفنان عادة يعني مرهف الحس يتأثر بوجع الوطن والأمة أكثر قلت لي اللوحة كانت عبارة عن امرأة تحمل طفلها نعم وخلفهم صورة جندي إسرائيلي ضخم نعم وقذائف وطيارات يعني أثار الحرب يعني والدمار نعم وهم يتألمون في الرسمة يعني من الواقع الحرب إذن هي رسالة رسالة الفنان التشكيلي المنتم انتماء صميمي لهذه الأمة إنه هذا موقع في الفنان صح جميل ما تحدث عن باقي اللوحات التي أنا طلعت عليها يعني أغلب لوحاتك تشترك بحضور الفتاة وفي يدها كوب أو فنجان قهوة يعني واضح هناك يعني المشاهد لهذه اللوحة يشعر هناك أجواء برد هناك شتاء مع هذا وتدفع كفيها بفنجان الشاي أو الكوب ما أنت تعيشين في المملكة العربية السعودية وفي مدينة القطيف ومعروف أجواء المملكة العربية السعودية أو الخليج العربي دول الخليج العربي أنه جو حار حتى الشتاء يعني الشتاء يأتي معتدلا يأتي دافئا وأنا أذكر أنه في سنة من السنوات في الإمارات كان عندي مشاركة في منطقة الشارقة نحن في الشهر الثاني يعني في شباط يعني هذه البلدان الأردن والعراق كان برد شديد لحد نزول الثلج كان هناك شغل مكيفات لذلك البرد أو الشتاء لا يمر إلا مرور يعني حتى لا يمر ببرد كيف علاقتك مع الشتاء؟ كيف أنه نقلت هذه الصورة أو التخيل من خلال هذه اللحة؟ بالنسبة لكوب القهوة ارتباطي بالقهوة منذ الصغر جدتي كانت تعمل لنا القهوة فتعلق بالقهوة وحب القهوة فنام هذا الشاي معي وبالنسبة للشتاء رغم قصره يعني في منطقتي بس أحب الشتاء نعم أحب أجواء الشتاء فممكن لا شعوريا أحب أرسم كوب القهوة في أجواء الشتاء يعني ممكن هذا يعني نقلت إلى لوحاتي شعوري لا شعوريا يعني أنت كما قلنا من القطيف ومعروف يعني القطيف يعني مدينة اشتهر ببساتي النخيل والأعناب ومختلف أججار فاكه ويقال إنها سميت القطيف اشتقاقا من قطف الثمار إلى أي مدى ساهمت هذه الأجواء البساتيين والثمار هذه الخضرة في إنبات ذائقة الفن لديك؟ رغم أنني عشت في منطقة تشتهر بزراعة تأثيرا كان بسيط عليه بسبب معين إنني شخص أحب البيت أحب الجلوس بالبيت فيمكن ما أرتبط كثيرا يمكن البحر أثر علي أكثر من الزراعة يعني ممكن أحب البحر أكثر فلوحاتي دائما تعكس المرأة والهدوء وأشخاص بسبب كثرة جلوسي بالبيت يعني أنت بيتوتية بيتوتية درجة أولى تحصل لي فرصة أني أخرج بس أفضل البيت أكثر فلهذا يمكن لوحاتي تفتقر إلى وجود البساتين والنخين والأشياء طبعا لم ألاحظ هذا الحقيقة باللوحات لم تكن هناك لا نخلة ولا دالية حنب فدا نعتمد على الوجوه وواضح أنه صورة الدفء والشتاء والكذا هي طبعا تعطي إنعكاس للبيت وحياة البيت زوايا البيت يعني طالما أنت بيتوتية أيضا لم ألحظ أن هناك لوحة مثلا تصور زوايا البيت فقط الفتاة التي تسعد بكأس أو بكوب الشاي يمكن زي ما قلت أحب أرسم الوجوه منذ الصغر كان بداية وجوه فاستمرت فرسمت طبيعة ورسمت مباني وحيوانات وهو كان الجمل أكثر موضوع نعم سننتحدث عن الجمل حقيقة لأنه لوحة الجمل شدتني كثيرا القاسم المشترك في كل لوحات تقريبا هي الفتاة أو المرأة حاضرة حتى عندما رسمتي عن قضية فلسطين والمقاومة فلسطين رسمت المرأة يعني أين الرجل؟ قليل لوحاتي وجدت ممكن بها الرجل أنا لم أجد هذا القليل نعم يعني دائما تركيز على المرأة يعني من باب نصرة المرأة لا شعوريا أني أرسم حب أرسم المرأة نعم يمكن لأني امرأة نعم جميل يعني كانت أيضا عندك مشاركات كما قلتي مشاركتي في الأردن في آيلا وآيلا هي طبعا العقبة الميناء الأردني جنوب الأردن تسمى آيلا تاريخيا أيضا كانت لك مشاركات حسب ما علمت في عمان في العاصمة كانت لمشاركتين في عمان مع أستاذ علي كريشان وأستاذ محمد هزايمة محمد هزايمة كانت في معرض في المركز الثقافي الملكي الملكي نعم ونفس الشي لأستاذ علي كريشان كان سومبوزيوم رسم مباشر وكان المعرض في دهاء في نفس المكان نعم يعني كانت هناك دورة أم لا مع أستاذ علي كان رسم مباشر سومبوزيوم نرسم اللوحات وبعدين تعرض في المركز طبيعة اللوحات التي قدمتها حرة نعم كل فنان يعبر عن ما بداخل ويرسم هي اللوحات نفسها اللي أنا طلعت عليها تقريبا لا اللوحات أكثر اللي طلعت عليها كانت رسم بالبيت على هدوء ورواق يعني وفي لوحات مشاركة رسلت لك رسمة البحر هذه كانت في العقبة نعم كانت بعد أزمة كورونا أول ملتقى بعد الأزمة يعني جميل ذكرتيني بالوباء الذي ضرب العالم أجمع بوباء كورونا وطبعا الشعراء الكتاب الرواة القاصون الفنان التشكيلون أيضا تأثروا بهذا الوباء وحالة الركود والسجن الذي فرضه هذا المخلوق على البشرية ونعكست هذه الفترة العيش في الأسر والموت والإصابات والخوف والقلق على النتاج الأدبي والنتياج الفني يعني ماذا كيف تعاملتي مع هذه الأجواء أنا في هذه الفترة عانيت في فترة وباء كورونا بسبب الحصار على بعض المناطق إلا هو بسبب الحجر نعم عشان لا ينتشر هذا المرض فكانت بعض المكاتب بعيدة عني فكت أحتاج بعض الأحيان أدوات الرسم نعم ويعني كناس عانوا من جهة ثانية أنا كرهت هذه الفترة بسبب أني ما كنت أقدر أوفر هذه الأشياء البعدها عني نعم حالة الحجر أحيانا مع أنها سلبية لأنها مفروضة على الإنسان مارستها يعني بعض الدول أو تقريبا أغلب الدول يعني مارستها على الشعوب وعلى الناس البشري من أجل حمايتهم من تأثيرات هذا المخلوق وهذا الفيروس لكن بجانب إيجابي أنه أعطت مساحة واسعة للكتابة والإبداع والتخيل يعني أنت لم ترسلوا بهذا المحل رسمت لوحة أيضا لفتاة نعم تنظر للنافذة وفي نور جاي على وجهها نعم بس يعني إنها يعني هذا النور هو الخلاص تطلع للخارج نعم بس وبقى كورونا حجزنا بالداخل فكانت كده البنت تنطر من النافذة يعني ترغب فك هذا الحصار نعم ونفك الحصار والحمد لله الحمد لله أعود إلى الحديث عن مدينة القطيف هذه المدينة الجميلة التي يعني تتوسد ضفاف الخليج العربي تشتهر هذه المدينة أيضا في تجارة اللؤلؤ بحكم موقعها على الخليج ومعروف أهل القطيف قديما كانوا اشتعلوا في صيد اللؤلؤ واستخراج اللؤلؤ وتجارة اللؤلؤ قبل أن تقوم بعض الدول بإنتاجه صناعيا ومنها اليابان هل ما يزال أبناء المدينة يمارسون هذا لا للأسف تقريبا دثرت تجارة تجارة اللؤب القطيف أتكلم لا أعتقد موجودة لحد الآن كان جدي يمتين هذه المنها صيد الأسماك والمحار والسخراج اللؤلؤ بس حاليا ما أشوف أنها موجودة طيب جدك ماذا كان يتحدث لكم عن الأهل طبعا المحار ما كانوا يغيصوا إليه بالعميق كان عند الشاطئ تقريبا نعم فهو كان يجيب المحار ويفتحه يعني ما كان يحكي لكم كيف يفتح المحار وكيف قدامنا نحن نساعدة كنا نعم كنا نساعدة كنا بالعكس نتحمس مثل المفاجأة المحارة يعني تفتحها عشان تشوف فيها لؤلؤ أو لا كل محارة ممكن يكون فيها لؤلؤ؟ لا طبعا لا قليل جدا يعني أنا أتذكر أن أبوي حصل بس لؤلؤ أو واحدة كبيرة البعض دائما صغار نعم الممكن يحصل هالؤلؤ يحصل هالؤلؤ مرة حصل على لؤلؤ حتى كان لونها مميز ليس لدى الأبيض أو اللؤلؤ على وردي فكان هذه سعرها يكون أغلى من اللؤلؤ الآخر يعني هذا أذكرها يعني لونها؟ وردي شوي نعم يعني لون وردي خفيف نعم فهذا اللون نادر فيكون سعرها أغلى حتى من اللؤلؤ لون أبيض أو لون اللؤلؤ نعم يعني ما يعبف أسباب لش كانت هذه اللؤلؤة حمرة؟ لا هي وردية لون وردي خفيف نعم فكان من النوادر فكان سعرها حتى حجمها ما كان جدا كبير بس كان إليها سعر مميز بسبب لونها جميل هذا الجانب من ما تشتهر به القطيف يعني ما نعكس على عملك الفني رسمت أكثر من لوحة للبحار أنا متعلقة بالبحر أكثر ممكن مع أن هواية الزراعة أزرع بالبيت بس البحر أحب وجود البحر وما أتخيل نفسي أسكن بعيد عن البحر جميل ماذا تزرعين الفواكه أو الثمار الموسمية نعم يعني في فترة الشتاء عندي نهي تكون فترة الزراعة فكل ما يخطر على بالك من أنواع الورقيات والطماطم البادنجانة هذه كل هذه الأشياء نعم الزراحة يكون شبه اكتفاء ذاتي في هذه الفترة أنت وحدك تمارسي هذا الكوائي من البداية من الصفر لآخر من الحراثة للزراعة وكيف السقاية؟ يعني قصدي مياه الإسالة إما مياه البلدية المياه محلة القطيف ما فيه أنهر أظن لا ما فيه بس فيه مياه جو فيه وآبار بس حاليا نعتمد على المياه التحليع نعم فقط اكتفاء ذاتي هم هناك بيع من الزراعة لا ما عبيع يعني أوزع للعائلة نعم لأنه يكون أكيد فيه فائض بالنسبة للخضار إذن أنت نقلت البساتين نقلت الخضار إلى البيت أنت قلت قبل قليل أنه أنا بيتوتية ويعني ما استمتعت كثيرا بمنظر البساتين إذن أنت نقلت البساتين إلى الداخل نفس الشي حبيت هذا الزراع من جدي نعم أنا أحب الزراعة كان أي زراع؟ كان أي زراع أي لديه بسطاح بستان؟ نعم كان عندنا أرض كبيرة نخيل وأشجار نعم واللوز وهذا الأشياء فلما كبرت حبيت هذا الشيء فمارسته طيب ما طبيعة الأشجار التي يعني أشجار الفاكهة؟ الموجودة عندي حاليا بس ليمون وزيتون ونوع من البرتقال الصغير اللي اسملكم كوات نعم هذه الأشجار اللي عندي هذا الياباني أظن الياباني أي هذه الأشجار اللي عندي بس أنا أعتمد على الزراعة الموسمية اللي كل سنة أزرحها هادي هي أكثر كم مساحة عندي مساحة كبيرة بالبيت يعني ما أدري كيف أحسبها تاخد أربع سيارات تقريبا كده نعم مساحة هادي والله شي جميل أنه فن تشكيلي وزراعة وما كانت هذه الزراعة أنه تعاني من حشرات مثلا أو أضرار لما دخلت هذا المجال كنت أفتكرة بالبداية تربة وسماد نعم اكتشفت أنها جدا صعبة نعم من الآفات والعناية فيها والتغذية والتقليم يعني عناية تمكن أكثر ما تعتنب طفل نعم يعني على طول لازم نكون عناية مستمرة والثقية يعني كل نبتة إليها ظروف خاصة نعم أجواء خاصة حرارة خاصة فجدا متعبة نعم والتيلي ليمون و زيتون زيتون ولكم كوات نعم البرتقاء الصيني هذه الأشجار المثمرة عندي نعم التين ما نجحت يعني برتقاء تين زرعة تين بس ما نجحت عندي مع أنها تنجح بسرعة نعم ما السبب يعني الظاهر حطت لها جرعة حديد زائد نعم فماغت المهم إن شاء الله تثمر عندك تينة جديدة إن شاء الله وتينا من الأشجار المهمة والجميلة ايه أحب التين التي كمارها لذيذة وأيضا تصنع ظل واسع وسهلة النمو والعناية بها سهلة نعم بس كانت صغيرة وعطتها جرعة حديد فأثر عليها إن شاء الله بالتوفيق نكمل بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لأذي الحلقة الفنان التشكيلي السعودية زهراء الحداد أعودي لكي ست زهراء كنا نتحدث عن الزراعة ويأسفنا أن التينة لم تعش إن شاء الله تزرعيها من جديد وتثمر أيضا ونقطف من ثمارها حديثك عن البحر كثير حقيقة شوقني إنه أخذ تصور واضح عن كيف تتعامل مع البحر طبعا معروف مدينة القطيف على طفل الخليج العربي الجانب الغربي الخليج العربي دائما البحر بهدوئه والطرابه بزرقته التي تلتع مع زرقة الزرقة السماء يعني تحمل الإنسان وخاصة المرهب الحس في خيالات حالمة لذلك تحدثت كثيرا عن البحر بدي أن الآن نتحدث بتفاصيل أكثر عن كيف علاقتك مع البحر بس حاليا لا بنيت الكرنيشات والكافهات ودل أمور فأغلب سكان الملطقة تقريبا في البحر نعم خوصا لما تحدد الأجواء فيكونوا على الطول على جنب البحر أوقات معينة تحبين أن تكوني على البحر أم أي وقت الغروب نعم الغروب أحب الغروب الشروق بعد بس أفضل الغروب بالنسبة لي نعم أحس الغروب نهاية يوم بجميع آلامة مشاكل الغروب يعني للكثير نعم لكن الغروب عادة أني أكون الشمس بالتجاه المعاكس ليست بالتجاه البحر بس بالنسبة لي أني جزيرة نعم فالبحر بجميع الاتجاهات يعني فأقدر أشوفه من الغرب أنت جزيرة بالنسبة لي تابع القطيف القطيف جزيرة التاروت فأقدر أشوف غروب وشروق الشمس في نفس الوقت على البحر نعم يعني هناك فاصل بحري بين القطيف المدينة جسر 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 كم مسافة هذا الجسر تقريبا ليس كبير صغير يعني يعني هذا الفاصل نهري تقريبا بحجم نهر يعني فاصل البحر عن الجزيرة أو القطيف نعم مجرد كم دقيقة بس بالسيارة نعم قريب جدا يعني من الأجداد أنتوا ساكنين في الجزيرة نعم ولدت في هذه الجزيرة نعم من الأجداد إذن هذا يحطيك مساحة أوسى في الأحلام أنك محيطة بالمياد نعم عشان كذا ارتباطي بالبحر جدا شوف الشروق وشوف الغروب نعم يعني أقدر أروح جهة الشرق وشوف الشروق بالغرب ألف بس جهة بسيطة وشوف الغروب نعم أنت في جزيرة لكن مع ذلك لست بعيدة عن البيئة الصحراوية باعتبار يعني يعني الجزيرة العربية هي مساحة الصحراء والبادية أوسع بكثير أو واسعة وطبعا البادية من تفاصيل الأساسية في البادية أن هناك جمل هناك خيل فلاحظت هناك لوحة لجمل كانت يعني رسمتيها بشكل مختلف أنا لاحظت بعض الفنانين التشكيليين طبعا رسموا رسموا الجمل رسموا الجمل واقفا وأيضا وهو باركا لكن دائما من الجانب أما من ما تسمى سيلفي من المقدمة نادر حقيقة أول مرة أنا أطلع على لوحة بشكل بحيث ترسم للجمل من الأمام اللوحة التي رسمتها أنت فيها صرار كثيرة أن الجمل بارك ووجهه ملتسق بالأرض وعيونه تنظر بالأمام وهناك حزن وهناك كلام في عيون الجمل بدي أن نعرف ما هذا الكلام الذي كان يخفيه الجمل أو أنت أخفيتي في عيون الجمل الجمل كحيوان مهيب نعم ضخم هو حزين في نفس الوقت ومرعب بالنسبة لي عندي رعب من الجمل لأنه حجمه ودائما لما أسمعنا أنه من نوع لما ينسى هذا جعل فرسمته بصورة مختلفة نعم اللي يبين بالرسمة أنه حنون بفي لمعة بعيونه كأنه يخبرون أنه ليس كل ما ترونه صحيح يعني أنا عندي جانب آخر نعم أنه لطيف مثل الطفل نعم رسمته بهذا ورسمة السلفية تكون أصعب الرسم في وجه الجمل لأن الجمل تفاصيلة صعبة جدا نعم خصوصاً لما يكون سلفية فعلى جانب يكون أبسط بالرسم فهذه أخدت عندي وقت كثير وأنه أرسم تفاصيله فحبيت الجمل لأنه تغيرت نظرتي للجمل لأنه رسمته ثلاث مرات ومنها مرتين سلفية فطلع بصورة مختلفة يعني عندما رسمت الجمل كان أمامك جمل أمن التخيل لا من صورة نعم هناك صورة صورة حقيقية رسمت منها الجمل عجبتني التقاطة الأمامية للجمل ورسمتها وفعلاً هو الجمل طبعاً يعني كما قلت هو طبعاً رخم الجسد فلذلك يخيف حتى مشيته مهيبة لكن معروف عن الجمل أنه يمتاز بالرقة بحيث أنه العرب سمت الحنين يعني كلمة الحنين التي هي الاشتياق مع حزن هو يعني مع بكاء هذا الحشرج في الصدر هو أخذت من الجمل عندما يحن إلى ابنه ودائماً العرب تقول حنين الإبل دائماً تتناول حنم الذي يشعر بالحنين معناها أنه في داخله رقة أنت جسدت هذه الرقة أنا شعرت فيها من خلال هذا الوجه الحزين والعيون الحزين الجميل الخيل لم أجد فيه مع أنه البيئة فيها خيول لم أجد الخيل في لوحاتك أو ربما ما طلعت على لا حالياً لا ما عندي لوحات للخيول لما كنت صغيرة كنت أرسم بالفحم رسمت خيول كثيرة بس ما احتفت بالرسومات ما عندي حالياً لوحات للخيول فكرت أرسم بس لقيت أغلب الفنانين رسموا الخيول فتركت هذا الرسم والفن التشكيلي والرسم بالذات يعني هو كل أصناف الأدب يعني هناك تشابه يعني مثلاً على مستوى الشعر هي لدينا لغة واحدة يعني 28 حرفاً و16 بحراً من الشعر فكل الشعراء يكتبون على ما أن يكتب القصيدة المقفات والمنظومة على وزن لكن مع هذا الاشتراك باللغة والبحر نجد هناك بصمة مختلفة أنت قلتك يعني أغلب الفنان تشكيليين رسموا الخيول فمعناها أنا أفهم من كلامك أنه أنا ما الجديد الذي سأقدمه تقريباً المبدع الحقيقي ستكون له بصمة واضحة مثل ما رأينا الجمل قلت لك كثير من اللوحات أنا رأيت لوحات يعني الجمال في الغالب يعني رسموا أغلب الفنانين خاصة الذين هم قريبون من البيئة الصحراوية والبادية أنت رسمت الجمل بشكل مختلف لذلك ما المعنى أنك ترسم الخيول وتكون لك بصمة إن شاء الله ليش لا نعم رسمة مختلفة أي أفكر في صورة مختلفة للخيول وأرسمها نعم إن شاء الله يعني احنا تحدثنا يعني قبل قليل قلت في بداية الكلام أنك يعني ساهمت في في معرفة تشكيلي في العقبة في آيلة كما قلنا الاسم التاريخي لميناء العقبة الأردني نعم وكان المعرض مخصص لدعم أهلنا في فلسطين المجال في مجال في مجال دعم الفلسطين فلسطين حاليا هذه أول دعوة بسبب الظروف يمكن بعض الضوال أوقفت كل شيء نعم بسبب الأزمة فإحنا تحدينا هذا التحدي يعتبر حتى الأستاذ علي كريشان الكل تفاجأ فيه كيف قدر تجيب في ناني في هذا الوقت نعم وخصوصا في الأردن ومنطقة العقبة قريبة جدا نعم فالكل تفاجأ فيه أنه تحدى الظروف ونعتبر أصدقاء شاركت مع علي ممكن ثمان مرات نعم فإحنا دعمنا بعد بهذا الأمر يعني أننا نجي حتى الظروف صعبة ورح ندعم القضية وهو كان هذا مخيم نعم يختلف عن الملتقيات السابقة المخيم تجربة أولى وكانت التجربة مع أصدقاء نحن المقربون نعم فكنا مستعدين نتحمل أي نتيجة تحصل في هذا المخيم وفعلا نجح المخيم كان داخل المدينة أم خارج المدينة لا داخل مدينة داخل ميناء لا مدينة علي نفسها لنا ساكن فيها وعنده جمعية جمعية أيلة للثقافة والفنون رسمنا داخل الجمعية فكنا مثل الأسرة الواحدة نعم إذن جميل هو تحدي لأنه ميناء ما يسمى إيلات الذي يسمىه الاحتلال الصهيوني ميناء إيلات لا يبعد إلا هذا كان جدا صعب عن مكان كنا ننظر إلى الجانب اللي آخرون نرى فكان شي جدا مؤلم إذن هي رسالة نعم جميل رسالة تحدي أن يقام معرفة تشكيلي في تلك المنطقة التي هي قريبة من مسافة كيلومترات من ساحة القتال لأن كل فلسطيني الآن حتى المناطق التي تحت سلطة الاحتلال بشكل مباشر ما يسمى إسرائيل هي أيضا مضطربة وهناك عمليات يعني تجري عمليات مقاومة من قبل الشباب الفلسطيني الحر جميل هذه رسالة الفنان يعني جميل أنك هناك مواهب متعددة رسم فن تشكيلي وزراعة وهناك موهبة أخرى علمت أنك تقومين بصناعة الحلوة نعم فكيف التوافق بين الحلوة والفن التشكيلي الحلوة جزء أو يمكن فن كلها فن نعم لأن الحلوة ليس بس تصنعها فقط تزينها نعم إن كانت فطيرة إن كانت كيك أو أي إن كان الحلوة نعم تصنع تحفى ليس مجرد أنك تطبخه فقط نعم فنفس الشيء ارتباطي بالحلويات يمكن تقول بعد نفس الشيء منذ الصغر وتميزة الحلويات الغربية أكثر يمكن لأني أنا أحبها أكثر فمارست هذه الهواية نعم جميل أنت يعني أشركت الفن التشكيلي مع صناعة الحلوة تقولي نصطع منها تحف نعم لأن اشتغلت فترة بعد في الكيك للحفلات نعم عياد الميلاد وأشكل هذه الرسومات نفس الشيء تعتمد على الفن نعم إذن هناك جانب تجاري في الأمور إيه كانت تجاري بس حاليا على حسب المزاج تقدر تقول يعني إن لو حبيت آخذ طلبيات وأصنع الحلوة نعم لو رجعنا للبدايات بدايات الفن التشكيلي منذ متى يعني أو كيف اكتشفت لديك هذه الموهبة وكيف صارت تنمية هذه الموهبة على يد من يعني عززتي هذه الموهبة يمكن إذا ما مش غلطانة عندي ابن عم نعم خطات ورسام كان يجي البيت ويرسم فكنت أنبهر برسمة كان أكبر منه نعم ممكن هذا هو السبب لأن من هذه المرحلة بديت أرسم وكانت رسمات بسيطة نعم بس تميزت في المدرسة دائما من الأوائل في الرسم مش بس بالفصل في المدرسة تقريبا متميزة من الأوائل في الرسم فالرسم لازمني منذ الصغر إلى الآن جميل قلتي هذا إقربائك كان خطات خطات ورسام يعني ما استهواكي لجانب الخط ممارس الخط استهواني بس ما أبدعت فيه حبيت الرسم أكثر نعم جميل يعني حقيقة تحدثنا عن تفاصيل كثيرة يعني ما يخص البيئة والقطيف القطيف جانب فيها آخر وهو هناك يعني آثار قديمة لحضارات توارط في هذه الأدم المعروف طبعا القطيف وهي امتداد المملكة البحرين وهذا المدن اللي على الساحة الخليج هناك مدن أثرية في القطيف كيف تعاملتي مع هذا الجانب؟ عندنا قصر في تاروت اسم قصر تاروت هذا هو من الآثار المعالم التاريخية موجود في وسط الجزيرة حالياً فيه عناية فيه وفيه زوار يجوا من الخارج حتى أجانب يأتون لزيارة هذا القصر ما حاولتين جسدي هذا القصر؟ رسمتها كان في سمبوزيوم في لبنان أول مشاركة لي في لبنان رسمت قصر تاروت نعم لو حاولنا أن نعطي نبذة مختصرة عن هذا القصر يقال أن عمره أكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد نعم معروف عن تاريخ هذه المدينة وهذا الساحل طبعاً فلذلك هناك آثار هناك يعني مهالم تاريخية الآن أصبح هذا القصر كما قلت معلم سياحي هناك تواصل احتكاك مع السياح من قبلكم إذن لما نكون موجودين في نفس الوقت نعم نحب أن نسألها ونشوفوا انطباحها مع العين هم ما الأسألة التي توجه منهم لكم لأصحاب مضة؟ أكيد يسألوا عن عمر القصر عن تاريخه والغرب الأجانب يحبوا التاريخ يقدروا التاريخ يمكن أكثر منه فعلى طول أن ينبهروا بهذا البناء لأنه وسط المدينة وما زال قائم ما تأثر أشياء بسيطة لا تأثرت فيه جميل شكرا لك يا الفنانة التشكيلية السعودية زهر الحداد على هذا الحوار الممتع والشيء شكرا لك وأتمنى لك مشاركات ومعارض ونجاح دائم شكرا لك أعزائي المشاهدين حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة